موسيقى تعملوا منهن فلافيل بس ما عندكن ياهن الفول اللي مغمس بالذات الزيتون وعاوجوا الحمص الحب او هالمسبحة او الحمص بالسمنة البلدية او.. خلاص شطيتلنا ريقنا بيقولوا بدل ما تقول لدجاجي كيش اكسر له اجرى في حدا عنده عقل بيكسر اجرى تجاجي يا عايشة اه من وين بتجيبوه لنا هالأمتال معنات الحكة هلا تركني من هيك أمتال فالص وقللي شو قصدك؟ ليه ما بتوسعوا شغلكن وتعملوا كل يوم لمبدة ساعتان الصبح فول وحمص والفلافل اصلا قبل الساعة واحدة ما احدا بياكلها صح؟ صح ايه الصباح بتعملوا فول وحمص وبعد الظهر فلافل ومقالا فكره شو راعمك passت او شيخ ش gazorma وي ايه هن صعب نشوك دورة دورة ليش لاعو الناس أزواء نوعوا شغلكون تعريب؟ عنا هالزاوية باكي من وسعه ومنعمل حلة فول وحمص روء عبطة جد مبين ايه ايه ليلى فكرة انت من وين بتطلع شوف فكرة وما فكرة نحن بيعين فلافي فول وحمص ما شغلتنا واذا لا في حدا نولد معلم شو خيات ما بدك تمشي هلو هاي هاي شو شو لك شو يشبك بشو شارين هفكر بموضوع الفول و الحمص اف ما تقول لي قبطتها جد هكي ديلا اصلا بكل الشارع والمنطقة ما في بيع فول وحمص بعدين هاي دكرنا اللي بيلقع فول وحمص وبيعمل منهم فلافي بيقدر يعمل منهم شي تانا طيب انا صابعك على البيت وبسط في الحقنة صباحه شو مبكر خينا بيل ايه في موضوع بيني وبين مصباح عم منحلو شو عم تقنعو يفتحلو شي زاوية يبيع فيها طرمس ودرع ايه تمسخة تمسخة بكرة بتشوف خيك شو راح يعمل خلاص اقلو شايف هادي المالة اللي فيها البراد القديم والكراكيب ايه بعد الظهر جايين الشغيل ينطفوها ومن بكرة راح نحط فيها حل للفول و للحمص شا ايه نحنا شو فهمنا بهالمصلحة حبيبي هادي مصلحتنا اصلا لا حول ولا قوة الا بالله نحنا انجع ملاحقين بالفلافل و المقالة وقف لي المقالة اصلا مين بعد يأكل مقالة ايه يا بي شرقان المصد يا مفتاح ناودني علب الزاق عم جهز صاج الفلافل يا معلم وان صارت المصبحة يلا 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 امسيك هاي الزاق اتفضل معلم هاي علب الزاق شكرا حبيبي يا عم وانا المصبحة عندي دوام هرباني هريباني يلا يلا صباحو فوت ساعدو خلوني خلص شغلي بقى مرحبا بدي دزينة فلافل لو سمحت في مصبحة وحمص وفول اذا بدك نعم لا خي بدي فلافل ارجع بقى نص ساعة بهالعشقة خلص خيليك بلا الفلافل مبسوط حاجة نا نبيل فوت ساعدنا يلا 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 مرحبا داخلكون من عندكن هالفولات ايه ستنا مره ابعتت ابني يجيب لي علبة فول تفضلوا شوفو عم بتبيعونا فول ناي اسلقوهون منيح ناي كيف ناي ادو احبي وشوف عم بتقرقش قرش شوفو الاخضر هو بس ليه قولك مستوى يا مفتاح يعيني بيع فول وما بتعرف ليه بتكون محطة كربوني منيح جاوبها خلص تكلمي بحطيكي غيرهم ايشو غيرهم مستويين يعني ما بديشي وشغلة ما بتعرفوها ما تشتغلوها سمعت؟ خلص من بكرة بديشيب معلم يمسك لنا اسم الفول والحمص وخلصنا لاك لاك واحد غيرك بقولي بلاها الشغلة واحد غيره مانا رح يجنمني يا ناس مرحبا خير ليش يليل حلة الفول؟ خلص وقفنا كلها الشغلة ليه؟ لأنه ما شغلتنا عرفت ليه؟ شوية شوية بتتعلموا ايه؟ وما بيبقى زبون عنا بسببها التهينا عن شغلنا الأساسي يعني لا أكلنا عنا بالشام ولا بلاح اليمن طيب وهالي معلم اللي جبتوه ما نفع؟ اللي عم نشتغلهم عم نعطي إياهم ايه شو بدي بقى الشغلة؟ خلص كان مطلوب اسمع مفتاح بالأول يلا ماشيت بهدلنا قدام الناس وما في حدا ما إيجع بهدلنا وبعد شوية فلاثل ما بقى رح ياتلوا من عنا ومن بكرة من بكرة خلينا نرجع لطبيعة شغلنا اللي صار صار ايه؟ انتو قادرة وانت رجع على محلك وما بقى تجي تعطي مقترحات؟ فزاعة كل شي بتحطوه فيي مرحبا شبيب أبو بسام أهلاً أهلاً ولا الغيبة لو عندكم نيفا والأحمد الثلاث ها بتكنسش من عندكم نيفا؟ فكرة أبو بسام ما حلنا نشتغلك شوفا قصة طويلة عود عود لنطعميك أطيب فلافل من منطق